العبادة مسجد صغير والحياة المنسجد الكبير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه صلى الله عليه وسلم يعني تعاملنا مع البشر دعبادة طبعا يعني حضرة النبي اللي قال لنا كده واللقمة تضع في في زوجتك صدق وتبسمك في وجه أخيك صدق يعني ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عارف حديثة عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر عندنا نفس الحكاية ايه اللي حصل حضرة النبي يقول ايه وجعلت لي الأرض مسجدا يعني ايه يعني المسجد الذي نصلي فيه الفرائد هذا هو المسجد الأصغر والمسجد الأكبر هي الأرض البعض فاهم وجعلت لي الأرض مسجدا يعني انك تصلي في أي حتة ده فاهم صحيح لكن يعني ايه يجوز تصلي في أي حتة لكن الفهم الأكبر أن الأرض كلها مسجد يعني تستطيع عبادة تكفي الأرض يعني العبادة أن تكون عبدا وفيه ربع من أركان الأرض يخلو من أن تكون عبدا يعني المسجد هو ما تعبد فيه الله فيه أي مكان لا تعبد فيه الله سبحانه وتعالى يبقى إذن الأرض هي المسجد الكبير زي ما عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر خرجنا من المسجد الأصغر إلى المسجد الأكبر هل ده معنى كده أن نحن بنقلل؟ لا ده نحن بنوسع فاعلية العبادة وده لي على ذلك إلا حاصل؟ إن صلاة تنع عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعني إيه؟ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه إذن كل هذا الكلام يؤدي إلى ماذا؟ إلى أننا لا بد أن نعبد الله لا مفر لك أن تكون عبداً اشتركوا في القناة